تحية طيبة للجميع سؤال مهم لمنحة البطالة في هذه الفترة خاصة أنا درت مقابلة في 6 نوفمبر 7 نوفمبر أو شهر نوفمبر هل نخلص في هذا الشهر يعني شهر نوفمبر أو لا للتوضيح هناك احتمال تخلص واحتمال ما تخلص يعني كل من كانت مقابلته في نوفمبر وسنشرح الحالتين الحالة الأولى من المفروض تخلص لأنه في المرات اللي فاتت كل من كانت مقابلته قبل 25 من كل شهر يعني شهر نوفمبر 25 شهر أكتوبر إلى خيره يسلك في نفس الشهر ولكن في الشهر الماضي أكتوبر كل مقابلات شهر أكتوبر ما خلصوش في انتظار يعني أن يخلصوا في شهر نوفمبر الحالة الثانية إذا كانت تعليم جديدة أو قانون جديد يعني مزال ما عرفناش الحقيقة بأن مقابلات الشهر تتأخر الاستفادة بشهر آخر مثلا مقابلة في شهر أكتوبر تسلك في شهر نوفمبر أو المقابلة في شهر نوفمبر تسلك في شهر ديسمبر ما زال ما عرفناش يعني للعلم الوكالة لم توضي حتى شيء بخصوص هذا الموضوع مثال يعني هذا مثال حي عن الشهر الماضي لفي شهر أكتوبر كامل ما خلصوش في أكتوبر يعني سواء في بداية أكتوبر المقابلة أو في نهاية أكتوبر يعني ننتظر توضيح من الوكالة ورح نعرفه في شهر القادم إذا كانوا يخلصوا في نفس الشهر أو يعني بعدها بشهر آخر فهل مقابلة شهر نوفمبر تتأجل الاستفادة إلى ديسمبر أم لا في قادم الأيام رح نعرفه الإجابة ونذر توضيح آخر